مرحبا مواليد برج السرطان معكم كارمي شماس كيف بد يكون الأسبوع من الثانين ستة نوفمبر حتى الأحد تناش نوفمبر تشرين الثاني شوفي عنا بهذا الأسبوع طبعا الشمس موجودة برج العقرب أجواء جيدة جدا حلوة كتير لمواليد برج السرطان طبعا الشمس موجودة هي والمريخ بمثلث مع برجكم تأثيرات ممتازة حكي عن هذا الموضوع دايما بحكي عنه بالأبراج اليومية المهم كيف بد يكون هذا الأسبوع أسبوع ناشط بالنسبة لألكم بساعد بشكل كتير كبير بشكل كتير واضح لازم تستفيدوا من كل لحظة حلوة وفي كتير لحظات حلوة وفي ثلاثة أيام رح بيشغلوكم شوي بيخلوكم تقلقوا شوي لكن مش كتير خلونا نشوف كيف بد تكون الأحوال الفلكية ما بلش مع التانين ستة نوفمبر الأمر موجود ببرج صديق لألكم برج الأسد تأثيرات وجاية حلوة من يوم الأحد خمسة بتضلها تأثيرات الحلوة حتى الساعة عشر إلى تلت المساة توقيت بيروت الشتوي فترة كتير حلوة أصلا لأنه الأمر برج الأسد رح يعطيكم قوة وطاقة ورغبة بتمشوا الأمور بطريقة ممتازة وما رح تكونوا زعلانين أبدا بالعكس رح بيكون في عنكم ربح ورح بتكونوا مرتاحين وشو ما عملتوا شو ما قلتوا رح بتضلكون أنتوا من الأشخاص اللي راضي عن موضوع إذن عملوا اللي لازم تعملوا ناقشوا دافوا عن رأيكم انتبهوا بس من المصروف التنين المساة التلاتة والأربعة الأمر بيكون ببرش العذراء ورح يبقى ببرش العذراء حتى الخميس عشر الصبح فترة وجود الأمر في برش العذراء هي فترة منشطة لقالكم عقليا وفكريا وجسديا تأثيرات منتازة حلوة بتعطي مواليد برج السرطان قوة هائلة للتصرف للحكي لتروحوا وتجوا تشتغلوا من كل قلبكم أي مسائل بتشلوها بتشوفوها قدامكم بتشلوها بتحطوها وين ما كان فالجو عندكم مواليد برج السرطان صار عندكم تنين تلاتة والأربعة حتى في فجر صباح الخميس ممتازين جدا للتسويق للبيع للشراء لتتنقلوا لتنقلوا من بيت لبيت لتغيروا لتشيلوا وتحطوا لأنوا طاقاتكم ممتازة والحظ عنكم رائع الخميسة عشرة صباحا الأمر بيروح لبرش الميزان الجمعة أمر برج الميزان سبت الأمر برج الميزان حتى تسعة لتلت المساء توقيت بيروت وهون في عنا كوكب سهرة انضم للأمر برج الميزان هذا معناته أن هناك نوع من تسهيلات لأيكم بشكل قصة يمكن علاقة بالبيت بالمنزل بحد ذاته يمكن يكون فيه نقل الانتقال إلى بيت جديد يمكن يكون فيه عندكم سفر يمكن عم تستقبلوا حدا جاي من سفر احتمال يكون فيه كتير من القصص اللي رايحة والجاية يلي بتساعد مواليد برج السرطان أنه كمان يلتقوا مع أهلهم يحبوا أهلهم يصير فيه لقاء يصير فيه تعاون ويصير فيه مصالحات السبت المساء الأمر بيروح لبرش العقرب بيلتقي مع الأمر ومع الشمس الأحى 12 كمان الأمر برش العقرب للتانين لحتى يصير فيه عندنا أمر جديد لكن تأثيرات الأمر من برش العقرب ممتازة 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 بتزيد دعم على دعم بتعطي قوة لإلكن بتنشحوا تقريبا بكل شيء بتكون يه فيه انفراجات على مدعينكم والنظر وبعتبر مواليد برش السرطان من أقوى الأبراج وأكثرها حظا بهالفترة وهي فترة بتحمل الكثير من الحصوص مثل ما شايفين أسبوع كتير بيساعدكم وكتير رح بيقدمكم المساعدة والحصوص الأكثر حظا في عنا زحالية تقدم حصوصه رائعة لمواليد 21-22 حزيران يونيو أيضا المثلث من الشمس الموجودة برش العقرب تأثيرات رائعة لمواليد 5-15 تموز يوليو تابعوني مع الأبراج اليومي رجاء للمزيد من التفاصيل باي باي موسيقى